بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بُعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات أينما كنتم وحيثما حللتم مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا فكرية قضية اليوم موضوعها أخلاقية الطب في التراث الإسلامي وقبل البدء في مقاربة هذا الموضوع أضعوا بين أيديكم المحاور الكبرى التي من خلالها سنقارب هذا الموضوع المحور الأول مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان وأبدانه من ناحية الطبية وكذلك تعريف الأخلاقيات الطبية وبيان أهميتها كمحور ثاني ثم محور آخر بيان الترابط بين الأخلاقيات الطبية ومقاصد الشريعة الإسلامية طبعا هذه أهم القضايا وإلا فهناك مسائل فرعية أخرى سنتناولها في هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ الدكتور أبلغاني يحيوي وأستاذ بكلية أصول ديبيت طبعا أستاذنا الكريم مرحبا أهلا وسهلا شكرا جزيلا فضيلة الدكتور هشام بارك الله فيكم أستاذ وبداية قد يتساءل بعض المشاهدين ومشاهدات أستاذ بكلية أصول الديني تحدثوا عن الأخلاقية الطبية فلمد من البيان أنتم أستاذ لكم مجموعة من الدراسات في هذا المجال مجال الطبي ومجموعة من الكتب التي هي أمامنا يعني موضوعة أمامنا الآن منها الموازنة بين المصالح والمفاسد في التداوي بنقل الأعضاء البشرية وكتاب ضخم مفيد ولذلك اخترنا أن نلامس معكم هذا الموضوع أخلاقي وطبي في الوقت نفسه فنبدأ متوكلين على الله ببيان مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان وبدنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبي الرحمة المصطفى صيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سداب هداه ونستنى بسنة إلى يوم الدين بدأت أقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى فضيلة الدكتوره الشام الحليم على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز في هذه القناة الرائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع ما يتعلق بمسألة حضور الرعاية الصحية من جانب الطبي لابد أن أبدأ بقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة الصحة من النعم الكبيرة والعظيمة التي أنعم الله بها على عباده فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعمة وفي غالب الأحيان لا نقدر قيمتها لأن الذي يقدر قيمة هذه النعمة هو من فقد الصحة لا يعرف قيمتها وأهميتها ومكنتها إلا من فقدها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من ناس الصحة والفراغ هذا يدل على أهمية هذه النعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح معافا في بذنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا إذن هذه العناية بالصحة عناية كبيرة من الإسلام هناك مجموعة من الأمور التي شرعها الإسلام للمحافظة على الصحة لن أطيل فيما يتعلق بالجانب لأن هناك جوانب وقائية وهناك جوانب طبية متعلقة بالعلاج فيما يتعلق بالجانب الوقاية سأمر المرور الكرام على هذا الأمر الأمر يتعلق بالأوامر النواهي فكل أمر في هذه الشريعة إلا وفيه خير وكل نهي إلا ونهي عن مفسدة أو عن مضرة وفيما يتعلق بالصحة فالشريعة الإسلامية نهتنا عن مجموعة من الأمور التي قد تؤثر على الصحة من قبل شرب الخمر وأكل أحمل خنزير والدم وغيرها من الأمور التي نهى الشرع عنها ثم بالمقابل أيضا نجد أن الشريعة نهتنا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث نهانا عن تلويث البيئة إما تلويث التربة أو الماء أو الهواء لأن هذا يؤثر تلقائيا على صحة الإنسان ثم بالمقابل أن الإسلام نهى عن الإسراف عموما وفي الأكل خصوصا لأن هذا أيضا يؤثر على الصحة في جانب الأوامر نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام وهذا فيه حفظ للصحة ومجموعة من الأمور من قبيل النظافة ومن قبيل مجموعة من الأمور التي هي مرتبطة بحفظ الصحة فيما يتعلق بحالة ما إذا وقع المرض ما العمل إذن؟ الإسلام أجاب عن هذا السؤال أجاب عن هذا السؤال بالدعوة إلى التداوي والدعوة إلى التطبيب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف تداوى عباد الله فما أنزل الله داء إلا وضع له شفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتداوى ويأمر أصحابه بالتداوي ومثال على ذلك هو قصته مع سعد نبي وقاص عندما زاره في مرضه أو عاده في مرضه فوضع يده على صدره فقال له إنك رجل مفؤود بمعنى مريض في قلبك مريض القلب ليس القلب المعنوي إنما العضو إنك رجل مفؤود إن إئتي الحارث بن كلده أخ ثقيف فإنه رجل يتطبب وهذا دعوة فإنه رجل يتطبب وهذا دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى التطبيب وغيرها من الأمور الشاهدة على أن الإسلام اهتم بجانب التداوي لأن الطب في حقيقة الأمر يحفظ الصحة من كل ما يضرها ويجلب لها كل المنافع ولا أدل على ذلك من أن تعلم الطب أو وجود الطبيب في المجتمع هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض إذن هو فرضه على أنه كفاية فرضه كفاية بمعنى أنه لا بد أن يكون في المجتمع لا بد أن يوجد الطبيب داخل المجتمع وإلا لا يمكن أن تعيش الأمة بدون طبيب في حالة ما إذا وقع للإنسان مرض والمرض أمر طبيعي يقع في كل يوم لبني الإنسان لأن هذا الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا نعم هنا سأل أستاذ الكريم عن موقع الطب بين العلوم الإسلامية لأنه خاصة في الآوين الأخيرة في زمن التخصصات أصبحنا دراسات الإسلامية كأنها بعيدة عن دراسات طبية أو دراسات متعلقة بصحة الإنسان وبدني فسؤال عن موقع الطب بين العلوم الإسلامية المتعددة نعم إذن هنا سنتحدث عن موقع الطب أو مكان الطب بين العلوم الإسلامية في الحقيقة عندما نرجع إلى تاريخنا الإسلامي حافل نجد أن الطب كان من بين العلوم الحاضرة بين جميع العلوم سواء كانت علوما شرعية أو علوم آلة أو غيرها أو علوم البحتة لأن المسلم أو في الحضارة الإسلامية في الجامعات الإسلامية لم يكن يقتصر على العلوم الشرعية فقط نعم بل كانت هناك علوم أخرى تدرس من قبل الطب والفلك والرياضيات والفلسفة والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم ثم إنما يتعلق بعلم الطب فهو كان يدرس من بين علوم عدة كما ذكرنا علوم الآلة وعلوم البحتة ثم العلوم الشرعية هناك قولة للإمام الشافي رحمه الله يقول العلم علمان علم الأديان وهو الفقه وعلم الأبداني وهو الطب ثم هناك قول مأثور عن الإمام علي بن أبي طالب يقول أن الفقه للأديان والطب للأبدان والهندسة للعمران والنحو لللسان وأيضاً إنه مجموعة من العلوم كل يؤدي مهمته ولكنها هي مهمة في الحقيقة متكاملة والنجوم للزمان والنجوم للزمان بمعنى علم الفلك أنه يصلح لقياس الزمن وما إلى ذلك عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية واهتمامها بالطب لا نذهب بعيداً وإنما نبدأ بالمغرب بجامعة القرويين وهذه أول جامعة في العالم أول جامعة في العالم وهي قبل الجامعات الغربية قبل الصربون وغيرها هذه الجامعة التي كانت تدرس هذه العلوم المختلفة وكانت بين العلم التي كانت تدرس علم الطب وقيل أنهم كان يدرسون فيها أرجوزة بن سيناء وكتاب التسير في المداوات والتدبير لابن الزهر الإشبيلي وغيرها من المؤلفات التي كانت تدرس لكن الذي ينبغي أن نذكره عن جامعة القرويين هو أنها هي أول جامعة سلمت إجازة في الطب بمعنى في وقتنا المعاصر دكتورة في الطب أول إجازة سلمت للعالم صالح أبد الله بن صالح الكتامي في بداية القرن السابع ستمية وثلاثة للهجرة ألف ومائتين وسبعة للميلاد بمعنى القرن الثالث عشر بداية القرن الثالث عشر الميلادي هذا إذا تحدثنا عن جامع القرويين وإشعاع القرويين في مجال العلوم كاملة ثم أيضا في مجال الطب القرويين لم تكن خاصة بالعلوم الشرعية بل كان يدرسوا فيها مجموعة من الطلاب ومجموعة من الناس القادمين من شرق الأرض ومن غربها حتى من غير المسلمين كان يدرسون في القرويين من أوروبا وإنجلاتيرا وغيرها ننتقل إلى ما يتعلق بالطب أيضا في جامع قرطبة جامع قرطبة أيضا كان يدرسوا في الطب في الأندلس بشكل عام ولكن جامع قرطبة بالخصوص وهو الذي تخرج منه علماء كوتر نايد كراسة بالمثال الزهراوي ننتقل أيضا إلى المشرق نتحدث عن الشام نتحدث أيضا عن جامع الأزهر كان يدرسوا في الطب إذن الطب كان حاضل إن هذه العلوم بينها تكامل ليس هناك فرق بين علوم الشريعة وبين العلوم بحتها بل كلها بعضها يخدم الآخر إذن أستاذ الكريم وصلنا إلى أخلاقيات الطب كل ما ذكره كان في حقيقة ونريد في هذه الحلقة أن نظهر الأخلاقية الطبية في تورة الإسلام تحتدنا عن عناية الإسلام صحة الإنسان وموقع الطبية العلوم الإسلامية الآن هذه الأخلاقيات الأخلاقيات الطبية أهميتها والحديث عنها في عصرنا الحاضر يعني أنتم ذكرتم في السنة الماضية يعني 2021 ميثاق أو قانون يؤثروا هذه المنظومة الأخلاقية المتعلقة بالطب وأنها مجموعة من الأمور التي تضمنتها إذن هذه العناية بالأخلاقية الطبية كيف نفهمها نعم إذا ما نتحدث عن أولا المقصود لا بد أن نتحدث عن الأخلاقية الطبية وهذا يحيلنا إلى الحديث عن الطب وعن الأخلاق لكن باختصار شديد يمكن أن نتحدث عن الأخلاقية الطبية وهي تلك القيم والسلوكات النبيلة التي يتحلى بها الممارسون أو العاملون في مجال الطب سواء كانوا طباء أو ممرضين أو مساعدين أو إداريين أو تقنيين أو حراس أو شيئاً كل من يشتغل في المجال الصحي ينبغي أن يتحلى بالأخلاق بهذه السلوكات وبهذه القيم ثم أن تكون الأخلاق في شقين الجانب الأول هو ما يتعلق بالممارسة أي علاقة الطبيب بالمريض ثم أيضاً ما يتعلق بالبحث العلمي بالتجارب الطبية والعمليات الجراحية والجريب الأدوية وما إلى ذلك إذن لا بد أن تستحضر الأخلاقية الطبية في هذا المجال عن أهمية الأخلاقية الطبية يمكن أن نتحدث أولاً عن أهمية الأخلاق في القرآن الكريم الآيات كثيرة وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وَإِنَّمَا بُعِثْ لِيُتْمِم مَكَارِمْ الْأَخْلَاقِ إلى غير ذلك من الأحاديث التي نصت على أهمية الأخلاق لأن ديننا هو دين أخلاق لأن ديننا هو دين أخلاق نعم كما قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يمكن أن تحدث عن طب بلا أخلاق إذا قلنا أن الطب لا أخلاق فيه فلا يمكن اعتباره طبا ولقد أحسن القدماء عندما كانوا يسمون الطبيب بالحكيم كانوا يسمون الطبيب بالحكيم وفي هذا مغزى ومقصد ثم مجال الطب الطب كما يسفه ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء يصفه بأنه صنعة شريفة وأنه أحسن المكاسب وأثنى عليه ثناء كثيرا في هذا الكتاب الذي ترجم فيه لإعلام الطب في الحضارة الإسلامية وقبلها إذن هنا يتبين أهمية الأخلاق الطبية وحضورها لأن هذا المريض يحتاج إلى من يرفق به يحتاج إلى من يتلطف معه يحتاج إلى من ينصت إليه يحتاج إلى من يسمع كلامه لأن هذا سبيل لعلاجه يحتاج إلى من يحسن إليه يحتاج إلى من يعتني به يحتاج إلى من يطمئنه أيضا لأن طمئنة المريض هو نصف العلاج إذا كان المريض يشك في هذا المجأة في الطب فإن في الحقيقة حتى الدواء لا يؤتي أكله ولقد أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال تداء عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء يستخلص من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه تطمين للمريض أيها المريض المرض الذي بك الذي بك له علاج لا تيأس لا تقنط ثم أيضا بالمقابل هذا فيه تحفيز الأطباء للبحث يعني العلاج لا حجة لديكم أن تقولوا أن هذا المرض لا علاج له أو أن هذا المريض ميؤوس من برئه هذه لا يقولها المسلم كل بيد الله سبحانه وتعالى نعم إذن تاريخنا مليء ب حضارتنا الإسلامية مليئة بالحديث عن الأخلاقية الطبية نريد أن نتحدث عن بداية لنا اليوم نتحدث عن الأخلاق الطبية وكأنها حديثة هذا العصر لكن ما عن التاريخ تاريخ العناية بهذه الأخلاق الطبية وكيف نشأ الاهتمام بها بالأخلاق الطبية نعم تاريخ الأخلاقية الطبية في الحقيقة الأخلاقية الطبية قديمة قدم الطب منذ وجد الطب إلا وجد معه الأخلاق نعم لأن الطب هو أخلاق كما ذكرنا لكن هناك تفاوت في بعض الفترات وبعض الحقاب هل فعلا هذه الأخلاق مطبقة هل هناك انتهاكات لحقوق المرضى وما إلى ذلك أم لا نبدأ مع حضارة الفراعنة أو حضارة المصرية كانت هذه الحضارة متقدمة في مجال الطب ولازلت الشواهر إلى يومنا هذا في التحنيط وما إلى ذلك ثم أن هذا العمل صاحبة الأخلاقية الطبية خاصة عندما نتحدث عن الطبيب والمعروف إمحوتب الرابع هذا كان طبيبا وكان يأمر بالأخلاقية الطبية ووجدت بعض البرديات التي تدل على أنه كان يصحضر الأخلاقية من قبيل ما يتعلق إذا أخطأ الطبيب ماذا ينبغي أن تصرف ثم كان يشدد في مسألة النظافة الطبيب لأن هذه مسألة أساسية أنه يشد في مسألة الطبيب حتى أنه كان يأمر الطبيب في كل يوم أن يغتسل مرلتين في الصباح ومرلتين في المساء ثم أن يقلم أظافره كل ثلاثة أيام وأن يقص شعره كل ثلاثة أيام هذا في زمن الفلاعينة ألفين وتنمية قبل الميلاد قديم جدا ثم جاء بعده نتحدث عن الإغريق أيضا وقبل الإغريق يمكن أن نتحدث عن الفرس الفرس أيضا حضور الأخلاقيات كان بقوة حيث أنهم كانوا يشددون على من يخطئ في علاج مريض وما إلى ذلك لكن مع بعض التمييذ كان هناك نوع من التمييذ الذي أشدنا إليه قبل قليل في هذه الممارسات إن كانت محاسبة نعم كان يحاسبة بل أنه العقوبة التي كانت تفرد على الطبيب إذا أخطأ أنه لا يمكنه أن يذاول مهنة الطب إطلاقا بعد ذلك إذا أخطأ في هذا العمل وكالخطأ كان ممارسا وما إلى ذلك لكنه أخطأ في بعض الأخطاء التي تؤثر على العمل الطبي يكون فيها جانب العمل جانب العمل أو على الأقل جانب التقصير جانب التقصير بل أنهم أردت أن أتحدث عن التمييز الذي كان حاصلا للفرس هو أنهم كانوا الذين يتدربون على الطب كانوا لا يتمرنون في العملية أو في التداوي أو العلاج إلا على من يسمونهم كفارا غير المجوس أو الأجانب أن هذا المتمرنين أو هذا الطبيب الذي يتمرن على الطب يجرب في من عندهم كفار طبعا كفار عندهم نعم ولا يجرب في المجوس لكن في حالة ما إذا وقع في خطأ أو أهلك نفسا أو بتر عضوا فإنه يمنع من مزاولة الطب بعد ذلك هذا فيما يتعلق بالفرس ننتقل أيضا إلى الإغريق ونتحدث عن من يسمى أبو الطب أبو قراط هذا الذي صاغ القسم قسم الطبيب الذي لازم متداولا إلى يوم الناس هذا نعم متداول إلى يوم الناس هذا مع بعض التعديلات لأنه كان يقسم بالآلهة والآن نقسم بالله عز وجل تقريبا نفس المواد التي توجد في قسم الطبيب مع بعض التعديلات هذا الأبو قراط وارثه عند الرومان جالينوس والذي استفاد منه المسلمون بعد ذلك هذا فيما يتعلق بالحضارة الإسلامية عندما ننتقل الحضارة الإسلامية في بداية الدعوة الإسلامية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم الإسلامي وهنا نجد أن الخليفة المقتدر أمر مجموعة من الأطباء بأن يمتحنوا الطبيب عندما يريد أن يزاول مهنة الطب أمر عين طبيبا ليمتحن هؤلاء الأطباء لأن وقع انتحال لكثير من الناس من الطب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن فوضع مجموعة من الشروط فيما يتعلق بهذا بمزاولة الطب وأن يكون عارفا وما إلى ذلك ونتوفر فيه جميع الأهلية لمصطح لأن الطبيب يتعامل مع نفس بشرية لا يتعامل مع حجر أو مع شيء من هذا القبيل وإنما تعمل مع الإنسان دقة متناهية يبغي أن تكون نعم هنا سؤال عن الفقه الإسلامي الحضارة الإسلامية بشكل عام كما ذكرتم أنها كانت تعلى عناية خاصة بعلم الطب وفي قدسية ذات الإنسان تتعامل مع الإنسان بأتباره الله عز وجل جعله خليفة في الأرض ينبغي أن نحافظ على هذا الخليفة وحتى يؤدي مهمته الاستخلافية بحسن هداء الفقه الإسلامي كيف تظهر عنايته؟ يعني من خلال أحكام أحكام فقهية متعلقة هل هناك أحكام فقهية تتحدث عن الأخلاقيات الطبية؟ عم إذا سمحت أخي هشام هل يمكن أن نتحدث قبل أن نتحدث عن الفقه؟ أن نتحدث عن الأطباء أولا كيف كان الأطباء في الحضارة الإسلامية؟ لأن تحدثنا عنهم بإجمال لأن عندما نتحدث عن الأطباء تظهر الأمور واضحة أكثر أنا ذاك نتحدث عن الفقهة كيف كان يتحدثوا فيما يتعلق بالأطباء نجد أن من بزغ نجمهم في الطب كتر جدا كثيرون جدا من بينهم على سبيل المثال نذكر أبو القاسم الزهراوي نذكر ابن رشد نذكر ابن الزهر نذكر ابن سيناء الزهر إلى غير ذلك لكن فيما يتعلق بهذه الممارسة الأخلاقية أو أخلاقية الطبيب عند هؤلاء الأطباء نجدها حاضرة أولا في الممارسة ونجدها حاضرة أي أحدا حتى في مؤلفاتهم حاضرة حتى في مؤلفاتهم ذلك أن أبو بكر رازي ألف كتابا يسمى أخلاق الطبيب هذا وضع فيه مجموعة من البنود ومجموعة من الشرط التي ينبغي أن يتصف بها الطبيب ألا يسقي الطبيب مرأة شرابا يسقط حملها ألا يسقي رجلا حتى لا يتكاثر نسله ألا يصف له علاج دواء فيه سم أي أن لا يكشف الأسطار أن لا يطلع على العورات إلى غير ذلك من البنود التي وجدت في هذا الكتاب يعني لم تكن عناية فقط من ناحية تطبيقية وإنما كانت أيضا من حيث التعليف نعم من حيث التعليف نعم من حيث التعليف نضيف كتابا آخر للرهاوي الرهاوي هذا أيضا ألف كتابا في أدب الطبيب أسمىه أدب الطبيب تضمن صفحات كثيرة وآشار إلى مجموعة من المواد في أخلاقية الممارسة الطبية وكيف ينبغي للطبيب فيما يتعلق أيضا بالأطباء الآخرين نذكره على سبيل المثال طبيب من أهل القيروان وهو ابن الجزار القيرواني ابن الجزار القيرواني هذا من توفي في القرن الرابع في نهاية القرن الرابع هذا الرجل كانت الأخلاقيات حاضرة عنده وألف مؤلفات كثيرة في الطب نذكره على سبيل المثال زاد المسافر وقوط الحاضر ألفه ثم ألف بعده كتاب آخر يقول في مقدمة هذا الكتاب الثاني هو أنني لما رجعت إلى هذا الكتاب وجدت أن الأدوية التي وصفت في هذا الكتاب لا يستطيعها أن يشريها أو أن يتحمل ثمنها عامة الناس وفقراؤهم فألف طب الفقراء والمساكين سماه طب الفقراء والمساكين ثم بالمقابل أن ابن الجزار القيرواني كان يخص نصف يوم لمعالجة الفقراء والمساكين بدون مقابل ثم أيضا له مؤلفات أول من ألفها في طب الأطفال وطب حتى طب المشايخ ألف به إذن كانت له عناية أيضا بن ظهر بن ظهر ألف كتاب التيسير في المداوات والتدبير والعلوان يدل على حضور أخلاقيات أيضا حتى أنه في الممارسة قال أن الدوية يصفها يقول أنني جربتها وفي بعض ما ذكره في الكتاب يذكر أنني جربته على عنزة في أول من شق قصبة قصبة الهوائية هو ابن ظهر وأول جريبة كانت له أنه جربها على عنزة حتى لا يؤثر ذلك على الإنسان وغيرهم أيضا هؤلاء في الحقيقة هم كانوا يعني نعلم أن علماء الأقدمين كانت لهم من أهم صفاتهم أنهم كانوا مسوعيين لمعنى أن هؤلاء أكيد ربما كانوا فقهاء نعم يعني هو فقه الأطبيب نعم هذه المزاوجة كانت حاضرة فعلا لأنه كانت حتى إذا لم يكن فقيها بالمعنى المعروف لكن له زاد فقه حتى أنه تجده في مؤلفاته يقول أن فيما يتعلق بالمعالجة المريض بالخمر هذه من الأمور المحرمة ولا ينبغي أن يتداوى بها المريض وهذا نجده حاضن حتى عند الزهراوي في موسوعته التي تضمن 30 مجلد في موسوعة المسمة بالتصريف لمن عاجز عن التأليف في المجلد 30 يتحدث عن كتاب الجراحة يتحدث على كيفية عن أخلاقية الطبية فيما يتعلق بالموت الرحيم ما يسمى عندنا في الموت الرحيم أنه لا ينبغي يحذل تلامذته من أن يسلم دواء ينهي حياة المريض لأنه يتدرع أو يتألم من المرض وأيضا يتحدث عن أخلاقية التوليد وكيف لا يمكن أن نبغي أن تنكشف على عورة المرأة إذا سمعت أن أستاذ الحيوي ينتقل إلى آخر سؤال في هذه الحلقة حول العلاقة بين الأخلاقية الطبية ومقاسة الشريعة الإسلامية سؤال الواجهة في حقيقة الأمر لكن اسمح لي فضيص الدكتور هشام بقية فكرة في السؤال السابق وهو أن الطب علاقة الطب بالفقه أنها كانت الطباء لا يمكن للطبيب أن يستغني عن الفقه والفقه أيضا في الآية نفسه لا يمكن أن يستغني عن الطبيب في بعض القضايا الطبية يحتاجوا إليها الفقه ولذلك نجد من الأئمة الكبار الإمام المازاري والإمام بن رشد كانوا يهرع إليهم في الفتوى كما يهرعوا إليهم في الطب أما فيما يتعلق بعلاقة أخلاقيات الطبية لمقاسة الشريعة فحقيقة الأمر أن الأخلاقيات الطبية هي جزء من المقاسد عندما انتحدث عن مقاسد الطب حاضرة لأن هذه الشريعة جاءت بالعدل بالرحمة بالإحسان إلى غير هذه من مقاسدها ثم نجد قولا للإمام العز بن عبد السلام في كتابه قوايد الأحكام يقول والطب كالشرع إنما وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درءه من ذلك ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب فإن كل واحد منهما وضع لجلب مصالح العباد والدفع المفاسد عنهم ثم أن الأخلاق هي السطبية إنما تسهم في أن يكون هناك عدل بين المرضى في أن يكون هناك إحسان إليهم فيما يتعلق بالتجارب الطبية لا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات لحقوق هذا الإنسان فيما يتعلق في المداوات وما إلى ذلك وأيضا فيما يتعلق حتى بالابتسامة المريض يحتاج إلى من يبتسم في وجهه يحتاج إلى من يطمئنه بأن لهذا الداء له شفاء يحتاج إلى من يساعده في مرضه ويحتاج إلى من يحسن إليه حتى يستيقظ وهو حتى يشفى من هذا المرض ومن هذا الألم وهو في كامل صحته وعافية وحتى يؤدي رسالته التي أنيطت به على أحسن وجه وذلك كله مندرجون ضمنك كما ذكرتم الأخلاقيات الطبية شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالغاني يحيوي أذكر أنكم أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور هشام الحليمي على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا البرلمج المتميز في هذه القناة الرائدة وجديد شكر لك مجددا مبارك الله فيكم أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات حان وقت توديعكم على أبل لقائبكم في حلقات القادمة بحول الله إلى ذلك من الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة